مرحبا موليد برش الجوساء معكم كارمي شماس بهيدا الفيديو رح احكي فقط عن تأثيرات كوكب المشتري من برش الجدي من برش الجدي يلي هو بالنسبة للكم البيت الثامن كل 12 سنة كوكب المشتري بيزور بالنسبة للكم هيدا البرش يعني تقريبا حوالي سنة 2008 كان كوكب المشتري بنفس الموقع فبكنت ترجعوا بالذكرى الورى شو اللي حصل عندكم هلأ يالتلميذ الولاد يمكن ما حصل عندهم شي يعني بعد ما كانوا دخلوا فيه معترك الحياة لكن اللي سنه بيسمح له بقدر يتذكر ويرجع يشوف تقريبا شو صار تأثيرات كوكب المشتري هي تأثيرات ايجابية تأثيرات كوكب المشتري ليست سلبية وبالتالي بهيدا الفيديو انا اتكلم فقط عن تأثيرات كوكب المشتري في برش الجدي مش عم بيحكي عن سنة لألفين وعشرين لانه يوجد تأثيرات اخرى من كواكب اخرى تختلف كل كوكب عن التاني وخلاصة هالتأثيرات هي دايما بتكون بالتوقعات العامة للألفين وعشرين اذا لانه كتير انطلب مني احكي عن تأثيرات كوكب المشتري في برش الجدي خصصت هيدا الفيديو كوكب المشتري كل 12 سنة بيوصل لبرش الجدي 12 سنة كان موجود ببرش الجدي ووصل لبرش الجدي تماما بتاريخ 2 ديسمبر 2019 ورح يبقى في برش الجدي حتى تاريخ 19 ديسمبر 2020 اوكي شو معناته كوكب المشتري في البيت الثامن بالنسبة للكون هو بيشكل عام هو بيت بيت يعني خاني منزلة كل الامور يلي اللي اللي علاقة بامور عقارية امور ادارية امور استشفائية امور فيها تكون قانونية وكل شي اللي علاقة بامور صحية اجمالا البيت الثامن عفوا التامن هو منزلة في علم الفلق ورح اقولها مرة واحدة ما رح احكي عنا ابدا مرة اخرى البيت الثامن هو بيت الموت هلا بالنسبة للكون كوكب المشتري موجود هونيك فهيدي سنة بتحميكم نوعية الوقت فيها حماية وهيدي امر جيد جدا بالنسبة لمواليد برش الجوساء فبالتالي وجود كوكب المشتري في البيت الثامن يحمل نوع من حماية او حصانة او حظوص حلوة بالنسبة للامور الصحية واصلا كل شخص لما بيخلق بالساعة يلي بيخلق فيها وكوكب المشتري موجود في البيت الثامن عم بحكي عن مواليد برش الجوزاء مثلا اذا بتخلقوا وكوكب المشتري وقت اللي خلقتوا موجود بالبيت الثامن عندكم يوجو لي عادة منقول انه بيعطي حياة طويلة حتى اي شخص طالعوا الجوزاء وإذا البيت الثامن عنده بدي يكون في البرش الجدي وإذا كان كوكب المشتري هونيك معناتها بيكون حياة طويلة اذا بيشكل عام عم بيحكي طبعا بيشكل عام وأخبارها حلوة أهم انه الشخص يلي عنده مشاكل بأمور طبية بمعنى انه في عنده أوراق معاملات في عنده بوليسات تأمين مش عم تزبط في عنده محاولات لحل حالة قضايا فيها تكون إرثيجي مثلا مرور كوكب المشتري وزيارته لبرش الجدي تحمل انفراجات وتحمل نوع من تطمين بيل على هيدا الصعيد تقريبا كل مدى سنة الـ 2020 وبالتالي فيكن تقولوا انه سنة الـ 2020 لمواليد برش الجدي عفوا لمواليد برش الجوزاء تحت تأثير المشتري في برش الجدي ستكون سنة انفراجات على صعيد الأمور المالية أيضا لأنه كل المعاملات إن كانت قانونية إن كانت استشفائية كلها على الأرشح فيه إلى علاقة بمصاري وبأموال ويمكن قروض مصرفية ديون مصرفية هيدا الأمور سوف تكون إيجابية ووقعة إيجابية ما رحقول فيه ربح لكن على الأقل بقلكن أنه لا يوجد معاكسات لا يوجد عنكن ضغوط وإذا ظهرت الضغوط في أشهر معينة واضح أنه في أشهر أخرى أخرى خلال سنة الـ 2020 ستحمل انفراج وخبر سار لألكم ما معناتها أنه نروح حلق كارمين قالت أنه سنة حلوة للأمور المالية نروح نحط حالنا تحت ديون وقروض كبيرة ستكون سنة حلوة مناسبة لحتى تحلوا هيدا رأيي أنا رأيي يلي جميلا لا يدعو ولا يشجع أحد على التسرع بأي عمل من دون سابق استشارة ويمكن استشارة لأهل الاختصاص كانت مالية أو قضائية وغيره ففيها تكون بالنسبة لألكم موالي بوشل شوزاء سنة حلحلة سنة حلحلة لقضية مالية لعقار معقد مش عم بيزبط أو يمكن لمشكلة قانونية وفي احتمال أن الأمور الإرثية بهيد السنة كمان تعود عليكم بربح وتعود عليكم بقضايا ناشحة فمثل ما شايفين سنة إجمالا تحت تأثير كوكب المشتري في عنكن كواكب أخرى لازم ينحكي عنها لبتأخذوا خلاصة عن السنة لكن تأثيرات كوكب المشتري أنا بعتبرها إيجابية جدا على هيد النقاط يلي زكرتها فيكن بادروا وتشتغلوا على هذه النقاط تابعوا حركة المشتري وينا وبالتالي أنا بتصور أنه رح بكونوا مرتاحين على هذه الأصعيد برجع بذكر وانتبهوا ما تحطوا حالكم بظروف قاهرة أو صعبة الزمن يدور ومش دايما دولي بالحظ بيكون عندكم ومش كل شهر مثل التاني المهم تأثيرات كوكب المشتري من البيت الثامن بتعطيكم صحة بتعطيكم أيضا انفراج بتعطيكم يمكن تطمين بال وبتعطيكم علاجات جيدة ناشحة إذا تابعتوها هذه السنة ما لازم تخافوا منها أو فيها من متابعة علاجات أو من متابعة يمكن أو يلي بحياته ما زار الطبيب هذه السنة فيكم تديروا ونزوروا فيها الطبيب سأني بتشجعكم لحتى تهتموا بحالكم وتروحوا بأي مسألة طبية إلى الآخر لأنه عم تهتموا بحالكم وهي السنة جيدة بالنسبة لكم على هيدا الصعيد عم بحكي فقط عن المشتري في برش الجدي وطبعا عم بحكي بصورة عامة عامة جدا جدا لموليد برش الجوزاء طبعا كل شخص مختلف عن التاني هون بيصير التحليل التحليل الشخصي للخارطة الفلكية لكل شخص ساعته هي بتبين لي شو في عنده هيدا الشخص عم يتحرك من كواكب هل يترى داخل كوكب المريخ على البيت الثامن هل يترى داخل فينس على البيت الثامن بأي شهر لأنه كل هالكواكب عم تمرو هل يترى موجود عندكم وقت اللي خلقته كوكب أورانيوس هل يترى وقت اللي خلقته موجود سحل أو نيبتون عطارة شو قصته كل هيدا الأمور بتعطيني قدرة لحتى نقدر نحلل الخارطة الفلكية من منظار شخصي لكل شخص بحاله المهم كوكب المشتري من برش الجدي قد يحمل أيضا يمكن تحصلوا على الورقة العقد يلي أنتو عم تشتغلوا عليه تنقول في دعوة قضائية أنتو أي مينا ضد شخص معين أو ضد جهة معينة فيكن تقولوا أنه على الأرجح سنة الألفين وعشرين فيها تكون سنة مناسبة لحتى تاخدوا حقكم من هيدا الناحية سنة جيدة سنة مطمئنة في فترة تراجع لحركة كوكب المشتري بهيدي السنة يلي معقولة إذا بدي لكم إيها فيها تكون بين 14 أيار مايو أوكي بين 14 أيار مايو وسبتمبر الثلاثة عشر عالفين وعشرين يمكن هيدا الفترة تلاحظوا فيها موالي برش الجوزاء شوية تأخير في بعض المعاملات يلي عندكن إياها على هيدا السعيد فمثل ما شايفين تأثير كوكب المشتري إيجابي أصلا كل تأثيراته إيجابية أنا كان ضروري لكم أسلط الضوء على أي نقاط كوكب المشتري رح يحملكون أخبار حلوة بسنة الألفين وعشرين بدي أتمنى لكم سنة سعيدة سنة حلوة رجاء متابعة الأبراج الشهرية والأسبوعية واليومية دايما بذكر مين حظوا وصلوا زيارة من أي كوكب وطبعا بسما يطلع الفيديو لتوقعات سنة الألفين وعشرين كمين الرجاء المتابعة شكرا لكم باي باي